أرجع مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غذا وذلك للمرة الثالثة وقال رئيس مجلس الأمن خسي خافير إن المجلس اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي لدبلوماسية بناء على طلب من الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي أرجع مجلس الأمن الدولي مجدداً التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة لتتواصل المفاوضات المعقدة حول نص القرار رئيس مجلس الأمن خسي خافير قال إن مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية مشيراً إلى أن أعضاء المجلس وافقوا على هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن منذ عدة أيام على هذا النص المكون من أربع صفحات والذي اقترحته دولة الإمارات العربية آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأم المتحدة من التحدث بصوت واحد من جانبها قالت سفيرة الإمارات لانا زاكي إن الجميع يريد أن يرى قراراً له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض معربة عن أملها في التوصل إلى نتيجة إيابية من هذه المفاوضات لكسر الجمود بشأن القرار وبحسب مصادر دبلوماسية تدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية وهي صياغة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية وتم تعديلها بناء على طلب أمريكي بحسب مصادر دبلوماسية وفي حين تعارض إسرائيل والولايات المتحدة فكرة وقف إطلاق النار فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين ما بين توقف أو هدنة أو وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية وما زالت هذه الصياغات إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية لم يخرج المجلس عن صمته إلا مرة واحدة عندما تبنى في الخامس عشر من نوفمبر قراراً دعا فيه إلى هدن إنسانية غير أنه فاشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين وكان آخرها يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في الثامن من ديسمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر